نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء يقول الآن لا يخفى عليكم أغلب الدول الإسلامية أغلقت فيها المساجر لانتشار هذا الوباء فنتمنى منكم توجيه للمسلمين بكيفية صلاة الرجل مع أهل بيته للتراويح ومتى يصليها هل بعد أذان العشاء مباشرة أو يؤخرها قليلا وهل للإمام الذي يصلي بأهل بيته أن يمسك المصحف ويقرأ منه إذا لم يكن حافظا للقرآن نعم معظم مساجد المسلمين هذا العام لن تصلى فيها صلاة التراويح ولا حرج في هذا وكل فقيه عالم بمقاصد الشريعة يدرك أن تعطيل الصلوات في المساجد بهذا الظرف أمر يتفق مع الشرع تماما وكما قلنا في الإفطار نقول في صلاة التراويح أولا نبشر من كان محافظا على صلاة التراويح في المسجد بأنه هذا العام يكتب له أجر ما كان يعمل في الأعوام الماضية وهو في بيته بل نزيد على ذلك ونبشر الذي عزم هذا العام على أن يصلي التراويح ولم يكن يصليها من قبل أنه يكتب له أجر صلاة التراويح في المسجد وهو في بيته ويسن لنا جميعا أن نصلي التراويح في بيوتنا والأفضل أن يصليها الإنسان جماعة بأهله فإن الأفضل في صلاة التراويح أن تصلى جماعة والنبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك الجماعة فيها لكونه كان يخشى أن تفرض على الأمة أما غيره فالأفضل في حقه أن يصليها جماعة فالأفضل أن يصلي الرجل بأهله صلاة التراويح جماعة ويجوز له أن يصلي بما يحفظ ولو أن يكرره ولو سورة قصيرة أو بعض السورة قصيرة ويكررها 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 ويجوز له أن يقرأ من المصحف كل هذا لا حرج فيه يجوز له هذا ويجوز له هذا ويشرع له أن يقنت ولسيما في النصف الثاني من رمضان يتأكد يجوز من أول الشهر ويتأكد في النصف الثاني من شهر رمضان على فعل السلف الصالح رضوان الله عليهم ويجوز أن يصلي كل بمفرده فيصلي الرجل بمفرده والمرأة بمفردها يجوز هذا الأمر ومتى يصليها ينظر الأيسر فإذا كان الأمر سواء فالأفضل أن يكون في آخر الليل وإذا كان الأيسر في أول الليل بعد العشاء لأنه يخشى أن ينام أو يضعف ويكسل ويصيبه النعاس أثناء الصلاة فإن الأفضل أن يصليه في أول الليل فينظر الأيسر ويفعله وكلما أخر قليلا مع اليسر كان ذلك أحسن وكان أفضل ترجمة نانسي قنقر